نظمة الأمانة العامة لحزب حماية الوطن بمحافظة شرقية صالونا ثقافيا شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين لمناقشة عدد من الموضوعات الثقافية التي تهم الجمهور خصوصا الشباب استعرض المشاركون خلال الصالون العديد من الأفكار ورؤى الخاصة بالمحور المجتمعي الذي يعد محورا أساسيا من محاور الحوار الوطني لرفع توصياته لمجلس أمناء الحوار يأتي هذا بهدف إشراك كافة الفئات في الحوار الوطني وتحقيق أكبر قدر من الثقة ورفع الوعي لمختلف فئات المجتمع لا ننكر أن التطور التكنولوجي في التسعينات من القرن الماضي أسهم بدور شديد جدا ودور قوي جدا وعمل نقلة نوعية للاتصال على مستوى العالم متمثل في شبكة التواصل العالمية ومتمثل في شيوع الفضائيات والإنجاز المصرفي والتواصل الاجتماعي المتمثل في الفيسبوك والإنستجرام والتليجرام والواتساب وإلى آخره الصالون الثقافي معتمد على الحوار ما بين المشاركين في الحوار والإجابة على أسئلتهم والاستفسارات اللي هم بيطلبوها وطرعية بالنسبة للشباب كمعلومات عن مسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو التويتر أو الإنستجرام كمعلومات تتعامة بنوضحها للشباب بالنسبة للمجال المحور التعليمي أو الاجتماعي نطغل للموافقات المجتمع ومنها الموضوع اللي احنا بنتنقشه الآن اللي هو قطورة التواصل الاجتماعي ده موضوع هام جدا 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 لأنه ليه تأثير قوي على خاصة تأثير السلبي على أفراد المجتمع خاصة الشباب محافظة الشرقية فيها من أكبر الجامعات على مستوى الجمهورية لجامعة الزازي عندنا مجموعة نوادي ومراكز شباب وعندنا مجموعة أحزاب كلهم بيهتموا بنشر الوعي يعني قليكن حاجة زي الصالون الثقافي اللي احنا فيه ده مجموعة فعليات لحزب زي حماس بحماة وطن احنا موجودين مع الناس في الشارع وأي حد بيحتاج توعية بنكون موجودين معاه لو حد عنده مشكلة بنكون وقفين معاه بناشد الجميع دلوقتي كل الجهات الميدانية والهيئات المجتمعية في المجتمع ان احنا ننزل معاهم ندوات ونوعي الناس طبعا احنا بنبص ان احنا الصالون ده لي اهمية كبيرة جدا ان كان فيه اتجاه ان احنا فيه خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة وطبعا احنا بنيجي نبص ان كما كان الاهل التربية ان احنا عشان نربي أسرة كويسة أو أبناء كويسين فيه اربع اركان اساسية اول حاجة بيكون الاسرة اتنين بيكون المدرسة ثلاثة المسجد اربعة الشارع او النوادي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يسأل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل في اهل بيته فحضر كان فيه مسؤولية علينا كلنا في البيت في المسجد في كل مكان احنا في المدرسة مسؤولين